اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة وحث المدير العام لقسم الثقافة والريادة سيصالح السكان على المشاركة الفعالة في مراقبة وحفظ التراث والمباني القديمة في مناطقهم وجميع المعلومات عنها ودعى مدير مديرة غردات السيد اسحاط عم جميع المواطنين للقيام بدورهم في جهود الحفاظ على التراث والمباني القديمة وطالب المشاركون بانشاء حيئة لرصد وتقييم حالة المباني والاثار القديمة في منطقتهم افادت الانباء بان العمل المنظم بهدف اصلاح صد في ضحية سعادة كريستيان بمديرة بريخ في الاقليم الاوسط قد وصل الى 98% وقال الرئيس فرع البناء التحتية الزراعية في الاقليم الاوسط المهندس ابراهام دانيل وكذلك المهندس حريمان ايل اللذان يقودان العمل ان البرنامج يتم تنفيذه بالتنسيق مع ادارة تطوير البناء ومشروع الدهلو المشاركة العامة واضافة ان السد ستبلغ طاقته التخزينية 100 الف متر مكعب من المياه عند اكتماله وقال انه من المتوقع يساهم السد الذي يستخدم للاستعمال المنزلي وتربية الماشية في التنمية الزراعية من خلال تخفيف مشكلة نقص المياه في المنطقة وقال الرئيس مشروع الدهلو السيد برهي نقوسي انهم يعملون بعد اكمال العمل في اسرع وقت ممكن من خلال نشر ما يكفي من القوى العاملة والآلات وقال المواطنون الذين اذلوا بآراءهم ان السكان لديهم آمال كبيرة بشأن السد وحثوهم على الدفع بمهمة الحفاظ على المياه والتربة وانشتاة معالجة الآبار في شكل حملات هذا وتقع ضاحية سعد كريستيان على بعد حوالي 12 كلمترا قرب اسمرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 9000 نسمة منحت مدرسة دنب سنبل في اسمر ميداليات ل457 طالبا حصلوا على علامات عالية في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراثي 2022-2023 وفي حفل نقيمة يوم أمس أعلن مدير المدرسة الأستاذ ورد برهان عينة عن تعظيم الجوائز لمائة وثلاثة وثمانين طالبا حصلوا على ما بين ثلاثة إلى أربع نقاط في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية ولمائتين واربعة وسبعين طالبا ممن حصلوا على تسعين بالمئة فما فوق في امتحانات الشهادة المتوسطة الوطنية للعام الدراسي 2022-2023 وذكر أن الجائزة المقدمة تحمل الطلاب المسؤولية للسعي الجاد من أجل تحقيق نتائج أفضل وتشجع أولئك الذين يتبعونهم على السير على خطأهم وأن 93.8% من إجمال الممتحنين اجتاز امتحان الشهادة المتوسطة و81.8% في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية وقال الرئيس لجنة أولياء الأمور السيد يهنس قالتا إن هذا الإنجاز هو النتيجة المشتركة لجهود الطلاب والمعلمين والأسر والمجتمع والحكومة وحث الفائزين على إكمال رحلتهم التعليمية بنجاح وتسليح أنفسهم بالمعارفة والمهارات التي من شأنها أن تغير حياتهم الشخصية والوطنية وتلهم الطلاب والشباب الآخرين عمليا حتى يصبحوا قدوتن وناشد الرئيس وحدة متابعة المدارس الثانوية بوزارة التعليم الأستاذ جهان السلمون الفائزين بالجائزة ناشدهم بضرورة مواصلة أدائهم على أعلى مستوى لأن التعليم يعتمد بشكل أساسي على جهود الطلاب ورغبتهم ومبادراتهم وحث أيدنا الفائزين على مواصلة آدائهم بعلى مستوى نظمت جمعية المتبرعين بالدم في الإقليم الجنوبي سمينارا تنويريا لحوالي 450 من أصحاب المرافغ الخدمية والمتاجر وجمعية السيارات الأجرة في حاضرة الإقليم الجنوبي مدينة مندفرة في الثانع عشر من أكتوبر وأوضح مسؤول الفرع السيد أبرهام يوهنس أن إنقاذ الأرواح عمل نبيل يجب على كل مواطن أن يعتذيه وقال إن الهدف الرئيسي للجمعية هو استبدال التبرع الأسري بالدم بالتبرع الطوعيم وأوضح طبيب الأطفال بمستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور سامسون أباي أن تنمية محتوى بنوك الدم يرتبط بشكل مباشر بإنقاذ حياة المواطنين وشدد مدير مديرتي من دفر السيد هزقيا سهبت على أهمية حملة التوعية وحث المواطنين على تعزيز دورهم الوعي تأسست جمعية المتبرعين التوعيين بالدم في الإقليم الجنوبي عام 2013 وظلت تنشط في خمس مديريات وفتحت هذا الشهر فروع لها في مديريات الصنعف والسقنيتي وإمن حيلي عقد مكتب شرطة المرور في إقليم جنوب البحر الأحمر جتماعا بالتعاون مع هيئة دارة القيادة الشرقية للسائقين في الفرق العسكرية بهدف السلامة المرورية وأوضح قائد شرطة المرور الرائد هبت جابرو أن حوادث المرور تسبب أدرارا جسيمة للأشخاص والممتلكات ويجب على السائقين المساهمة لمكافحتها وحول ظاهرة المخالفات المرورية وما يترتب عليها من حوادث وخصائر قال الرائد هبتئن 23 حادثا وقع خلال الأشهر التسعة الماضية وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين وتدمير ممتلكات بقيمة أكثر من 200 ألف نقفة وأشار إلى أن المخالفات المرورية هي الأسباب الرئيسية للحوادث بما في ذلك السرعة وعدم الحفاظ على المسافة وعدم إعطاء الأولوية وقال قائد هيئة أركان القيادة الشرقية المقدم كبرم أبرها إن تطبيق قانون المرور هو سلوك متحضر ودعا السائقين إلى الالتزام الصارم بقوانين المرور وزيادة يقضتهم لمنع وقوة خصائر في أرواحهم وأرواح الآخرين مشاهدنا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي أهلا بكم على الصعيد العالمي وفي خضم استمرار التصعيد العسكري بين حماس إسرائيل مع مرور أسبوع على بادي الحرب يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية السبت للفرار جنوبا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل بدأت للتو الرد على هجوم حماس الأسبوع الماضي على جنوب إسرائيل وارتفعت حصيلة الضحايا في الحرب الدائرة منذ إطلاق حركة حماس إلى نحو 2670 شهيدا بينهم أكثر من 600 طفلا وأكثر من 9600 جريحا فلسطينيا وفق وزارة الصحة بينما وصل عدد القتلى في صفوف الإسرائيليين إلى أكثر من 2400 قتيل وعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 2300 من المباني في قطاع غزة قد دمرته بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق كما دعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوعف استهداف المستشفيات كما قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الليل هدفا لحزب الله جنوب لبنان ردا على إرسال مسيرات وإطلاق صاروخ أرض جوي قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب خمتة عشر آخرين بتفجير انتحاري حز مسجدا للأقلية الشعية في شمال أفغانستان حسب تصريحات حكومة طالبان وكان الوضع الأمني قد تحسن بشكل كبير منذ سيطرة حركة الطالبان على السلطة في أفغانستان مجددا في شهر أغسطس 2020 بعد الإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان ما زال يشكل تهديدا أمنيا وسبق له أن استهدف الطعفة الشعية في البلاد وقال المدير الإعلام في الولايات مصطفى أسد الله حاشمي إن قوات الأمن والتحر يتوجهته إلى منطقة الحدث للتحقيق في كيفية وقوعه عقد وانغي جي وزير الخارجي الصيني وجوزيب بوريال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الجولة الثانية عشر من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين وقال وانغ إن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وتعد الاتحاد قطبا مهما ومستقلا في عالم متعدد الأقطاب وقال بوريال إن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن علاقاته مع الصين بالقة الأهمية ويلتزم بتنمية علاقات بناءة ومستقرة بين الجانبين وشدد على أن إن عدم التوازن التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين البالغ 400 مليار يورو ليس كميا فعسب بل نوعيا أيضا ومن المقرر أن تستمر زيارة جوزيب بوريال التي تم تأجيلها مرتين هذا العام اجتماعي مع شركات أوروبية تناولت تحديات اعتصادية وتجارية وصفه بوريال بتبادل مثير للاهتمام أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مهمة إلى كويكب سايكي البعيد وذو التركيبة المعدنية الذي لم تتم دراسته حتى اليوم فيما يعتقد العلماء أنه قد يشكل نواة جرم فلكي قديم وانطلق مسبار سايكي من مركز كيندي الفضائي في فلوريدا على صاروخ فالكون حيفي من ابتكار شركة سبايس إكس وقالت المسؤولة عن فريق الخبراء العلميين في المهمة ليندي الكينيز تانتون في مؤتمر صحفي سبق للبشر أنزاروا كواكب تركيبتها صخرية أو جلدية أو غازية لكنها المرة الأولى التي سنزور فيها كويكب ذا سطح معدني وستكون الرحلة للوصول إلى سايكي طويلة إذ يقع هذا الكويكب في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري وسيقطع مسبر ناس حوالي 3.5 مليون كلمتر للوصول إليه مع توقعات أن يصل إلى الكويكب في صيف 2029 وبسبب الضوء المنعكس من سطحه يدرك العلماء أن السايكي كثيف جدا وأن تركيبته معدنية مع بعض المواد الأخرى كالصخور ربما مشاهدين نهاية لنشرة هذه الفترة هذا أبرز ما جاء فيها جهود لحماية المباني الأثرية في أغردات إنجاز عملة إصلاح صد سعد كالسيان بالإقليم الأوسط جهود لتوسع انشرة التبر والتوعي بالدم قصف إسرائيلي مكثف على غزة والمقاومة ترد مع انقضاء أسبوع من الحرب معطل سبعة أشخاص إثرة تفجير انتحاري في أفغانستان وحوار رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي مشاهدين الأكارم هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لأن حياتنا شرت هذا المساء شكرا لحسن الاستماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة